لا تبدو سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل مجرد وسيلة ضغط طارئة لكن تبدو سلاحا استراتيجيا وقرارا ممنهجا يأخذ المباركة من كبار العسكريين وقادة السياسة في تل أبيب ويكفي الاستماع لتصريحات أعضاء في الحكومة الإسرائيلية مثل وزير المالية سموتريتش ووزير الأمن الداخلي بنكفير لفهم أن سياسة التجويع المفروضة على غزة تحظى بدعم كبير في حكومة الاحتلال وقادة الجيش فسموتريتش مثلا الذي يرفض تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين والأطفال في غزة يربط موقفه بخشيته المزعومة من إنقاذ حركة حماس عبر هذه المساعدات وعلى المستوى العسكري لا تبتعد المواقف كثيرا عن رؤية سموتريتش ويكفي في هذا الشأن الاطلاع على بعض التقارير والمقالات التي تنشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية لمسؤولين عسكريين بارزين لتتأكد من تماهي المواقف المتطرفة في السياسة كما في جيش الاحتلال القائد السابق للقوات البحرية الإسرائيلية اللواء المتقاعد العزار ماروم يرى مثلا أن تقديم المساعدات الإنسانية لغزة يضرب المفاهيم الأمنية التي بنيت عليه السياسة الإسرائيلية في مقتل ويشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي وأضاف المسؤول العسكري السابق أن المساعدات تؤثر على الحصار البحري المفروض على قطاع غزة الذي شكل جزءا من الرؤية الأمنية الإسرائيلية التي تنص على السيطرة على كامل الغلاف البحري والجوي من رأس النقورة وغور الأردن إلى إيلات وحدود مصر ويرى في المقال الذي نشره موقع إسرائيل يوم أن المساعدات الإنسانية التي تنقل لقطاع غزة واحدة من أكبر إخفاقات الحرب وتتعارض مع الأهداف الإسرائيلية للعدوان على غزة لذلك ينصح بضرورة إيقافها فورا لكن مهلا اللواء الإسرائيلي السابق يتحدث عن المساعدات التي تسمح إسرائيل بإيصالها لغزة كأننا أمام تدفق كبير للمواد الغذائية والمعدات الطبية للقطاع المنكوب بسبب العدوان الإسرائيلي لكن هل هذا صحيح؟ الجواب يأتي من منظمة أوكسفام غير الحكومية التي تتهم إسرائيل بتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وتقول المنظمة في تقريرها الصادر اليوم رغم مسؤوليتها قوة احتلال فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزا في قطاع غزة ونددت المنظمة مما وصفته مواصلة إسرائيل منع المساعدات عن غزة على الرغم من حكم محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية وأضافت أنه يتم الآن تخزين المساعدات المرفوضة بما في ذلك معدات المياه والصرف الصحي التابعة لمنظمة أكسفام في مستودع في العريش المصرية أما الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جزير بوريل فصرح اليوم بأن قطاع غزة كان أكبر سجن مفتوح قبل الحرب وتحول اليوم إلى أكبر مقبرة مفتوحة في العالم لعشرات الألاف ولمبادئ القانون الدولي منصات التواصل الاجتماعي تفاعلت مع مأساة التجويع التي يعيشها أهالي غزة بتخطيط وتنفيذ الاحتلال خليل المخلافي يقول تهجير قصري لما يقارب المليونين من منازلهم وبلداتهم ومدنهم واستخدام المجاعة سلاح حرب وعقوبة جماعية على مليونين ونصف المليون قصف نازي متواصل لستة أشهر اعتمد سياسة الأرض المحروقة مأمون أبو جراد يقول لم تتخلى إسرائيل ولو للحظة عن مخططات تهجير غزة والشمال مستخدمة كل الأدوات والأساليب من الأحزمة النارية إلى العملية البرية مرورا بسياسة التجويع وليس انتهاءا بعملية الاقتحام المتكررة والتهجير البطيء أما مرام فتقول للاحتلال يستخدم التجويع سلاح قمع للشعب الفلسطيني وكبح إرادتهم